مساء الخير لارة إذن الفرق بين الهجوم الصاروخي الأول على أربيل والهجوم الثاني أمس فالهجوم الأول استهدف أربيل بستة صواريخ الصواريخ الأولى يتابع للهجوم الأول أطلقت من منصات محمولة على سيارات من نوع كيا انطلقت ليلا من ناحية برطلة وهي ضمن مناطق سهل نينوى شرق الموصل أطلقت باتجاه مطار أربيل وانطلقت بالتحديد من منطقة سيطرة اللواء 30 المعروف بحشد الشبك الموالي لإيران يتزعم هذا اللواء كما هو معروف المدعو وعتقده المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية لكن الصواريخ سقطت على مساحة خالية تماما من السكان إلا من بعض القرى المتفرقة التي لم تتضرر في محيط مطار أربيل كانت الصواريخ تستهدف المطار الدولي وبالتحديد وليس المطار ربما معسكر البشمرقة الذي يضم قوات التحالف بمحاذاة المطار نشاهد صور الاستهداف السابق مجرد حرائق بسيطة في مساحات خالية أما استهداف أمس فقد نفذ بذات الآلية والأسلوب والسلوك المستخدم تم المستخدم في الهجوم السابق وفق طبعا ما أعلنته الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان حيث كشفت أن سيارة من نوع كيا أيضا كانت تحمل منصة الصواريخ أطلقت 14 صاروخا في وقت واحد لكن هذه الصواريخ سقطت في مناطق متفرقة الاستهداف الأول نفذ من ناحية برطلة شرق نينوى والثاني نفذ في منطقة أي استهداف أمس القوير وهي منطقة استراتيجية جغرافيا حيث تعتبر حلقة توصل بين أربيل وكركوك ونينوى لكن الخطير في الأمر أن القوير قريبة جدا من أربيل وتبعد تقريبا 40 كم عن المطار طبعا تعتبر أراضيها محاذية أو متاخمة لجنوب أربيل مصادر أمنية قالت أن هذا ربما يعتبر خرقا أمنيا كبيرا بالنسبة لقوات الإقليم الأمر الآخر هو أن الصواريخ أطلقت في وقت واحد لتصيب ستة أهداف متفرقة في أربيل ومركز أربيل أيضا مثلا شارع 40 في وسط أربيل مع حياء وزيران وبغتياري وهي أحياء سكنية حيوية جدا وتجارية استهداف أيضا محيط المطار الدولي في أربيل منطقة أخرى تضم ساحة لبيع الأغنام خارج أربيل لكن الأخطر في حادث أمس هو وقوع الصواريخ في محيط السفارة الصينية وموقع السفارة مهم جدا حيث تقع على طريق ناحية شقلا وشمال غرب أربيل التي تضم قاعدة حرير الجوية التي أنشأتها القوات الأمريكية وتضم أكبر مدرج للطائرات في العراق مع وقوع ضحايا بين قتيل وجريح من المدنيين والمتعاقدين مع قوات التحالف وقوات التحالف أعلنت هذا يوم أمس وأن هناك إصابات أيضا بين عناصرها أي ربما تشير بعض المصادر بأن ربما التحالف الدولي أو واشنطن سترد بشكل أو بآخر بالمثل على هذا الاستهداف بالفعل هذا الموضوع بالفعل الذي أيضا سوف نسأل عنه ضيفنا شكرا لك هدير على كل هذه الإضاحات اشتركوا في القناة